اشتركوا في القناة في شكل مجنون فالحين خلونا نبدأ طبعا انهاية الحلقة الرابعة كانت بظهور الملاكم المحارب اللي جاي من الجيش ما اذكر اسباح حاليا واللي كان تلميذ عند ننبا المدرب انا توقعت انه كان تلميذ بس توقعت انه ننبا تسبب له بالاصابة طلع ننبا تسبب له بشيء عن غير القصد ننبا المدرب كان يحبه بشكل مطبيعي صراحة ان القصة وتحويرها والماضي حق انه الملاكم العسكري هذا واو شي مرة 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 رهيب ما عجبني سبب حق ده على جو انه يبي ينتقم من جو يبي ينتقم من المدرب فبيكسر لجو من باب الانتقام فقط لغير طبعا لما اظهروا انه الماضي حقا انه كان يلاكم ويتدرب عند ننبا وننبا كان يعلمه زي ما هو قاعد يعلم جو تماما كبنية كقوة جسدية واضح انه افضل من جو ولكن مشكلة انه يوم راح الحرب انفجرت فيه ذيك القنبلة وتقطعت رجوله وهذا موقف مرة 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 قوي مؤثر المصيب انه ننبا المدرب ايضا تأثر بموته كان يعني جاء خبر انه تلقى اصابه انه مات فننبا توقع انه فعلا مات وقفل الجيم حقه وراح قام يشتغل في الحلبات الغير قانونية اللي في حقة القمار هذه اللي قام رون عليها الاندرغراوند بوكسنج فاللي ما يعرف الملاكم المحارب انه المدرب نفسه تأثر جدا جدا بخبر موته وكان فعلا يظن نمات مدرب الملاكم المحارب برضو اللي اساسا هو وارضا من الفترنز الفترنز يسمونهم النجيم من الحروب او اللي يرجعون من الحرب باصابات وكذا فيصرون مع بعض يعتنون بالمصابين من الحروب وما الى ذلك يتنقوا اصابات او توتر بعد الحرب وما الى ذلك فكان قاعد يدرب هذا الشخص وهو اللي علمه كل شي في الملاكمة وفي نفس الوقت يعرف ننبا وقاعد يقول له انت غلطان لنبا انك مجيت سألت عنا ما دورت عليه استسلمت على طول ما بحث في اسمه فعلا تأكدت انه فعلا حي ولا ميت اقوى موقف كان بالنسبة لي جدا جدا مؤثر يوم جاء نفسه الملاكم المحارب عند الجيم بالويلدشير وبرب على النافذة وكان لسه مبعد يلبس رجولة الصناعية هذي اللي قاتل بها وطاح من على الكرسي داخل الجيم يا جماعة كان جدا جدا موقف مؤثر صراحة المدرب ننبا نفسه كان في صراع ما بين انه يخلي جو جيرلس جو البطل يقاتل هذا الملاكم لانه يعرف ان الملاكم هذا قوي جدا وافضل من جو اذا في عندي ملاحظة واحدة بس كيف هذا المصنف رقم 37 وانت ما تدري عنه وانت مدرب التفسير المنطقي المعيد لها انه كان مركز على الاندرغراوند بيت اللي يسموني المباريات القير قانونية وما يدري عن المباريات الرسمية اللي فيها الرانكينج مو معبرها مو مهتم لها وما عارف خويل انا برضو احترق واجه في ذلك بسي مشافة عن قرب اعرفها طبعا من بدأت المباراة وانا على عصابي جدا شون بيفوز جو شون بيقدر يتفوق عليه هذا مبين افضل مبين اقوى وعنده اصرار وعزيمة على انه يحطم جو وجو يقاتل يقاتل ومدرب باستسلم خلاص مسلك الفوطة بيرميها حتى بس عجبني الطفل الصغير ساتشو انه رفض انه يرمي الفوطة وسحبها منه حتى قالوا lan رمي الفوطة وعنده انك استسلمت مثل رميت التاول في الحلبة قالتني انا اقيفاب المدرب لا الحق انه يرمي الفوطة هذه داخل الحلبة فعنده ان احنا اقيفاب حتى لو كان الملاكم نفسه بيقاتل المدرب لا الحق انه يحميه الملاكم المحارب كان فعلا فعلا قوي جدا جدا وجلد جو جلد اسقط عرضا مرتين وجو على كثر ما هو قاعد يحاول يصمد وقاعد يلاكم ويصمد معاه شوي جاريه في القتال ولو بشي بسيط إلا أنه وضح الإجهاد على الملاقم الحارب في الركب حقته كلما يقاتل الركب حقته تنثني ومعادة الجهة الثانية أنا عرفت أنا عرفت أنه خلاص ما لا أقدر يكمل القتال بس وسط القتال نفسه وسط المنظرات كانت معركة بين المشاعر حقته ومشاعر المدرب حقته وجو نفسه وكيف يسمع جو وزع مجهودك خمسة خمسين وزع مجهودك خمسة خمسين الكلمات اللي كان المدرب حقه يقولها له طبعا يوم أعلنوا انسحابه من براء بسبب أنه خلاص لن يستطيع الإكمال في المعركة لن يستطيع إكمال المنبرة بسبب الألم اللي جاء في رجوله وميلا ذلك أنا توقعت أنه مجرد ألم أنه يحافظ على نفسك كمولاكم أنه يقاتل أو يحارب في الملكة ما بعدين بس صدمني المدرب حقه يقول له ما راح خاطر أنك ما تمشي مرة ثانية يعني الولد كان يلاكم وفي مخاطرة عليه أنه يرجع مقعد مرة ثانية في الويلتشير يعني والله العظيم موقف مؤثر جدا 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 ويوم أعطى اللاكي تشارم حقته اللي يسمونها ورقة الحظ حقته المدرب حقه ننبا وننبا تذكر الورقة هذه اللي أعطاه إياه وبرضو تذكير الموقف أنه يوم كان بنتحر ورقة ذي طاحت قدامه فتذكرنا هذا اللاكي تشارم حقته يا الله والله العظيم ما توقعت أني بتعلق في قصة عاطفيا كذا يعني بعيد وأكد كحماس ملاكمة كإخراج الملاكمة نفسها والأكشن ككوميديا كذا إبو يتفوق بمراحل بس كقصة درامية تشدك تأثر عليك ميقالو بوكس صراحة روعة ممتع ممتع جدا عشان أكون معكم صريح ما قد توقعت أني بتحمس مع ملاكمة يعني لكماتهم حتى بطيها فوف فوف كذا يعني موف زي إبو فوف فوف كذا حماس الملاكمة بس والله هذه مستمتع صراحة مستمتع ميقالو بوكس صدمني انتهت هذه المباراة وجينا عند المباراة الأهم المرشح الأخير لبطولة ميقالونيا بطولة ميقالونيا بيلعب فيها بس أربع يعني مباريتين مباريتين الفايز يلعب ضد الثاني وخلاص اتهينا يعني بطولة مختصرة وسريعة جدا بس اختيار الأربعة قاعد يمر بشكل مرة مرة صعب ومردي يختار ثلاثة ما بقى الاختيار الرابع فقط لغير والترشيح كله كان على شيراتوري اتمنى اني قاعد انتقس مع عدل اللي وطلع أخه مديرة مقالونيا كلها البنت اللي أساسا ما اعتمد على يوري على انه هو الملاكم حقها وهنا تبدأ قصة أخوها وصراحة اني يعني صدمة جديدة ان القير حقها يتفاعل عنده سنسرز ويتفاعل ويسوي لك كاونتر يعني هو يحركك مو بنت اللي تحركه هذا شي مرة مرة ما توقعته موجود في القصة يعني أنا شفت يوري وشفت اللي عليه قلت اوكي هذا مجرد سرعة مجرد قوة ما توقعت انه بتسوين فيه تكنولوجيا درجة انه انت قاعد تلاكم آلة مو بقاعد تلاكم بشري الآلة هي اللي تردك تسوي لك كاونتر وكل شي وجبوها فعلا ان اكشن تقاتل مع شخص ظهر وما نهزم ولا مبراه وقدر يفقع وجهه وينتصر وكان المفروض بعد انتصار هذا خلاص اكيد اكيد شيراتوري هو اللي رح ياخذ المركز الرابع ويصير الفاينال وين ولكن اعلن بنفسه انه رح يتحدى غيرلس جو طبعا الهدف الفكرة انه غيرلس جو قاعد يسوي ضجة في الصحف وفي الكميونيتي حق الرياضة حق الملاكمة لانه بدون غير وقاعد يلاكم وقدر ينتصر على الرقم 37 الملاكم القوي هذا المحارب فاخذ شعبية مطبيعية واخذ حب الجمهور فكان لابد انهم يضيفون غيرلس جو ويضيفون شيراتوري فشيراتوري اختصر الطريق وقال انا اتحدى انا بيتحدى ما رح اعتبر نفسي استحق ان يدخل من يقلوني الا لما هزم انا بيربيك وفرحت حماس قلت يا السخيرة جات الفرصة كل شي والمدرب فرحان وجوه قاعد يرتاح ويستعد للمعركة ودرب نفسه وقاعد يصحاب واستعد للمعركة ويوم جات يوم المبارا يطلع لشيراتوري يقول له انا عرفت حقيقتك يا جنك دوغ وانك كنت بيع المباريات يا تسحب المباراة هذي يا بفضحك واخليهم يسجنونك لانه تحال شخصية رسمية كأنك مواطن حقيقي وانت اساسا مش مواطن هذي جريمة ممكن تسجن فيها وجوه لك كذا العداد الوقت يامشي وانا قلناها بيدخل بيدخل مبارا بيدخل وجوه لك الباب كذا يتسكر وانا قلناها تصرف سوي شيء وبتنتي الحلقة بإعلان هزيمة جيرلزيو بالانسحاب انه ما دخل المعركة انسحب المعركة طبعا جو كان يبيه قاتل ولكن ننبا لانه خايف عليه وخايف على المستقبل بوف اعطاه ضربة بطنه وخلاك خدر ويغم عليه وتيجي الصدبة في الحلقة اللي بعدها انه تصرف ننبا كان جدا جدا غبي واحمق رئيس العصابات اللي متحكم بالحلبات اللي تحت الارض هذي للمباريات الغير رسمية قال لها اساسا طالما انه ما اخذ البطاقة حققتك ولا شيئك ما يقدر يثبت عليك دليل انك فعلا منتها شخصية وبس سمع خبر انه كان اسمك جنك دوغ وحين صار اسمك جو فعرف انك منتها شخصية وسمع خبر حتى ممثبت انك كنت تتبيع المباريات في الاندرغراوند يعني برضو ما كان يقدر يثبت عليكم ذا الشي يعني لو فعلا دخليني المباراة كان افضل لكم طبعا ننبا كان عنده حدث انه ليش شيراتوري الملاكم اللي اخو رئيسة المنظمة انتظر لين اخر لحظة وجو قابل جو بنفسه ما اعلم في الجرائد ما فضاحه في الجرائد لو كان يقدر يثبت عليه ليش ما اثبته فكان يظن انه عنده اجندة ثانية فصدا من رئيس الحلب اللي تحت رئيس العصاب النصاب انه لا اساسا قص عليه كانت بلف يعني كان يبي جو يغضب ويلكم اساسا يلغون المباراة فمن البداية شيراتوري اساسا ما كان يبي قاتل يابون يعرفون ليش يابون يعرفون ليش ولقوا واحد كان يشتغل في شركة شيراتوري من قبل تمنى انه قاعد نطقي اسمه صح حسن انه قاعد نطقي غلط بس قموا نسي تعرفين ما نقصد صاحب الدرع الاحمر فاللي لقوا يشتغل في الشركات طلعوا يجاي يسوي عندهم رهانات برضو على الملاكمة حقاتهم بسوكوا اوقع حققهم معا واكتشفوا ان حتى يوري يعتبر برضو AI يعني ذكاء صناعي السوت حقه برضو فيها ذكاء صناعي وانه في حرب داخلية منافسة بين الاخت والاخو والتظهرت لي بعدين انه برضو الاخ كان معترض تماما على ان الاخت ترث ميجالونيا ولكن اللي يؤرث الشركة هو الجد الجد قبل يموت اعطى شركة للبنت وما اعطاها للولد والولد حق يسترد الشركة غصبا عن طريق انه يفوز في ميجالونيا يثبت انه الافضل والدرع حقه افضل وكل شيء افضل وهذا تحدي مبسيط بينه وبين يوري يعني وجابوا لقاء بينه وبين يوري وكيف انه راح يروض الكلاب الضالة وانه الكلاب الضالة اللي هم جنك دوغ جوه البطل خويننا ماينفع انه يدخل ميجالونيا هذا المكان راقي مش حق كلاب ظالة تدخل عندنا يعني مصطلحات جدا جدا رائعة درامية رائعة صلاحة الحبكة اكبر معلومة جاتهم الصدمة العظمى اللي جاتهم انه الدرع حق شيراتوري يتفاعل مع الدرع اللي قدام خصمة ولكن المصيب انه جو يقاتل بدون درع غيرلس جو فلو قاتل جو بيفوز عليه جو لانه الدرع حقه بيصير ما منه فايدة ما بقعد يقرأ تحركات الخصم فبتصير عند النقطة الضعف الصورية قدام جو جو هو العدو الحقيقي هو العدو اللي يقدر يقضى عليه استغل المدرب هذه الفكرة وراح عند المديرة حقه ميقالونية وحاول يقنعها ويتكلم معه خليني هزم اللي شو عدو وشوانا اقدر هزمه ونسأل لنا ريماتش عيد المباراة وشانا قالت لا ما اقدر انس الموضوع ما لك امل قام هددها قال بروح انشر في الجرائد انه خوش باع المباراة يعني كان مرتب المباراة كلها مبدأ انه يغصب جو على الانسحاب هذا الاعلان رح يضر جو وبينهي مستقبلها كمبليت لي ما رح يدخل ميقالونية بس قاعد يقول علي على العدائي بنسفكم كلكم يعني ميقالونية مو مفتوحة للكل انه ميقالونية انت دخلت يخوش في المطولة انه البس لكم انت يتوب مو بأي احد في الشارع يقدر يدخل زي ما قلته في البداية وسوقته لها هنا مديرة المنظمة قفلت عليه الغرف وقالت لا قاعد مكانك ويتصل على ساتشي ويقول انا في الشيال يعني توقعت انه بيطلعون بخطة مع بعض اذر جوه من نفسه من الحماس ويوم شاف انه خلاص المدرب حقه ما رد عليهم خالد الدباب وانطلق للحظة الاحتفال اللي المفروض انه بيعلنهم فيها شيراتوري الاخ اخو رئيسة المنظمة على انه هو البطل الرابع هو الفاينل ون هو الاخير اللي رح يلعب في بطولة ميجالونيا هم بنين حلبة كبيرة جدا اكبر حلبة ملاكمة حق ميجالو بوكس حق ملاكمة الميجالو هذي اللي بالبوكس بالجير بوكس المهروض انه اول بطولة ميجالونيا بتصير في وسط ده الحلبة العملاقة الضخمة وجوه فعليا حماسة للبطولة مو بلعنه يقاتل قدام عشرار يبي يثبت انه اهو قوي يبي يهزم البطل يوري يبي يثبت انه اهو حتى لو انه من الجنك حتى لو انه مواطن غير رسمي حتى لو انه فقير بغض النظر كانت التحديات اللي قدامه يبي يثبت انه افضل من البطل وبدون جير انا ما ادي ده بيلبسونا جير صراحة في ميجالونيا ولا لا انا كنت متوقع انه بيلبس جير بس حتى لو ان الولد قاعد يمشي بدون جير واعكيد المبارات القادمة ضد شيراتوري بتكون بدون جير لانه من صالح ان يقاتل بدون جير اقتحم عليهم الاحتفال حق الاعلان وقبل ان تمد البطاقة وتعطيها اخوها دخل وقال حاطوني المبارات انت ادري ان اقدر اهزمك ولا لا اقوم يصارحوا كذا الاخ شيراتوري قال كلمة غالط قال انت مش ملاكم حقيقي فالكلمة دي اثرت في البنت رئيسة المنظمة ككل لانه يوري الملاكم بطل قال الكلمة نفسها فهنا قررت قالت خلاص وقصة الكارت اعطت النص جو ونص الثاني شيراتوري اللي يفوز منكم ياخذ النص من الثاني ويصير هو رقم اربعة ياس 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 حواس وعلى كده طبعا انتهت الحلقة الثامنة فالحين جو بقي له مبروض ثلاث مباريات المبارات اللي بضد شيراتوري هذا والمبارات اللي يمرض ان تكون في المصط المربع الذهبي بعدين ضد البطل كون ان يوري كان يقول حق شيراتوري انت بتقاتل ذا الوحش المتوحش اللي يخذ المركز الثالث لا اظن ان تفوز عليه بكل سهولة فاكيد اكيد ان جو نفس الشي بعد ما يفوز على شيراتوري بيطال يتقاتل مع ذلي زي السلطة زي الاسد كأنه روسي ما ادري ايش ضخم وعملق وقوي مرة فجو رح ينجلد قدامه جلد من طبيع لما يقدر يواجه يوري البطل في المباراة النهائية اللي بتحدد منه بطل ميقالونيا ما ادري عدل جاء عند ميقالونيا بيجبروني يلبس درع ولا ما رح يلبس يعني كير كامل ولا ما رح يلبس ولا ما ادري صلاحة بس متحمس مع القصة ومتحمس اشوف اخر خمس حلقات من هذا المسلسل قاعدين تابع بشكل اسبوع مستمتع فيه جدا جدا اتمنىكم ايضا مستمتعين فيه كتبوا لي في الكومنتز وشي افضل لحظة مرة تريكم في الاربا حلقات هذه من وجهة نظرك انتين شين اكثر الحلقة اثرت فيك حماسا اثرت فيك حزنا ايا كانت كذا لحظة تحس انه كانت افضل لقطة في الاربا حلقات كلها كذا سترسل الانطباع للاربا حلقات تالية من ميقالو بوكس الى الحلقة ثمانية يعني خلصنا من واحد الى ثمانية انتظرونا في الانطباع النهاي بعد الحلقة ثلاثة عشر اشاء الله راجعين مع ميقالو بوكس صراحة قصة جدا جدا جميلة في الختام قولوا معي سبحانك الله بحمدك اشهد اشتركوا في القناة